شنطة مين دي؟ شنطة حمزة موسيقى انت هزفت يا بتاع البيانول واجعت دماغنا موسيقى اهلا بيكم شنطة الجتار شنطة الجتار موضوع يؤرق الكثيرين ما تقلقش ولا حاجة شنطة الجتار دي بالزبط بالعقل كده انت لو فكرت فيها انت عاوز تاخد الجتار بتاعك من مكان لمكان هو ده الغرض بتاع شنطة الجتار حمل الجتار مش معقول حتمسك الجتار كده زي الشومة وتمشي بيه في كل حتة حتى يا اخي الناس يعني ما يستقوش من منظرك وانت ماسك شومة يعني ده جتار فانت الوسيلة الوحيدة اللي تقدر تمسك منها الجتار تمسكه من رقابته فهتمسكه بشعلاء وكده وماشي به طبعا مش منظر دي اول حاجة تاني حاجة كمان الجتار مش هيبقى يعني سليم يعني منطول ما انت ماشي بقى عماليه تخبط فيه بقى اللي واكي الفول بقى واللي ماشي متنح والبتاع تخبط بقى فيه خالص اللي جاء لك بعجلة وشايل سبط عيش وبتاع هيخبط لك الجتار فطبعا مش منظر انك انت تمشي بالجتار حتى لو انت هتحطه في عربية او هتحطه في حاجة الوضع بتاع الجتار نفسه وانت سايبه وانت بتاع هيبقى يعني بتخدشه وممكن كمان يتشارك وممكن كمان لو انت سايب الجتار في حتة على كورسي او سنده على الحيطة مثلا او بتاع وحد يجي خبطه مثلا او انت حطه على مسند وحد يجي خبط المسند هيوقع على الجتار فلو وقع الجتار وهو لوحده كده طبعا هيكسر هتلاقي الجتار في حتة ورقابته في حتة تانية وهتبقى تعاية فالغرض من شنطة الجتار مش منظرة ولا حاجة خالص هو الغرض منها حماية الجتار يعني من صلاحة ساعتك يعني عشان ما تدفعش فلوس تاني وتجيب جتار تاني طيب انواع شنطة الجتار ايه انواع شنطة الجتار كتير قوي الناس تفننت في انها تعمل انواع شنطة الجتار انا هذكر النهاردة النوعين المشهورين جدا اكتر نوعين مشهورين في عالم الجتار اللي انا هقولهم دلوقتي في اول حاجة اللي هو النوع الصوفت الصوفت اللي هو الناعم بيسمونه الناعم او النوع اللي هو انت حتى من ملماسه يعني هو طار يعني بارة عن كيس جلد كيس جلد شايل الجيتار بيتفاوت بقى الكيس الجلدي ده ساعات تلاقي كيس الجلدي ده عبارة عن بس طبقة واحدة وفيه ساعات بتلاقيين بطن المبطن بيبقى فيه طبقة جلد وطبقة سافنج وطبقة مسلا جلد تانية او نايلون تانية بتحمي الجيتار ده اعتقد ده كويس وهيبقى خفيف في التنقلات بس ما تجيبش لهو على طول طبقة واحدة دوت لان دوت يعني لان يسمن ولا يغني من جوع هو بس هيمنع الخدش مع الجيتار انما مش هيحمي الجيتار لو وقع او تخبط انما المبطن ده بيبقى نوعا ما فيه حماية يعني وخفيف مش تقيل يعني فالنوع المبطن دوت بيحمي الجيتار نوعا ما وانت شايله وخفيف دي بيسموها جيج باج جيج يعني ايه في عرفهم هم برا الجيج يعني الحفلة فالجيج باج ديت يعني شنطة الحفلات يعني واحد بقى بتحرك وبتنطط يوم الاجهازة وبتاعه شايله على كتفه وبتاعه فالجيج باج ديت بتبقى الناس بتحط فيها في السريع كده الجيتار وتشيله وتمشي به. آآ طبعا هتلاقي فيها جيوب. الجيوب بتاعتك دي انت بتشيل فيها الكابل بتاعك. بتشيل فيها بتاعك. بتشيل فيها الكابو لو انت بتستعمل كابو. الحزام بتاع الجيتار بتاعك. فبيبقى طبعا في موجود شنطة آآ زوائرة كده بسوستة عشان تقدر تحتفظ بالجيتار آآ والحاجة بتاعته كمان معاه. وانت بتنتقل رايح حفلة او رايح آآ ما بيقاش في اي مكان لأي حاجة تانية. النوع التاني من انواع الشنط دي سموها ترافل كيس. ترافل كيس يعني شنطة الصفر. او فلاين كيس. آآ شنطة الطيران. بيسافروا بيها بالطيارة. ليه? لان الطيارة طبعا مش هيسمحوا لك تطلع بالجيتار فوق. في الكابينة بتاعت الطيارة. فييجي بعد كده يقول لك طبعا لها حطها مع حضرتك مع الشنط. عشان يجي واحد آآ عامل في المطار يمسك الجيتار بتاعي يحديفه مع الشنط بتاعي يخرب للجيتار خالص. مش حينفع طبعا. فالترافل كيس دي تتعملت او الفلايت كيس بيسموها بالضبط فلايت طيران شنطة الطيران. الفلايت كيس دي تعملت علشان تحط الجيتار في شنطة محصنة من انها ان حد يخبط يقع يعمل يتحرك اللي حد ما بتحمي الجيتار. طبعا لو لو واحد دشدشها طبعا او رماها من من اول دور طبعا حتى الجيتار جوه هيتأذي يعني بس مش هيبقى درجة الازة زي الجيتار اللي محطوط فيه شنطة او شنطة خفيفة. انا بنصح طبعا ان الجيتار بتاعك يبقى في شنطة زي دي. لو انت تقدر يعني لو طول طول الوقت لو انت رايح حفلة لو انت قاعد في بيتكو لو انت في اي مكان احفظ الجيتار في في الهارد كيس دي او في الشنطة الصلبة دي. الشنطة الصلبة دي اولا هتلاقيها من جوة انا هوريلك الوقت يشكلها عامل ازاي. طبعا دي بقى لها قفال واللي بقى لها لقس كده عشان تبقى ما تتفتحش بسهولة. وده بيحمي الجيتار اكتر. فانت شايف انا معليش كان فيها ورق اه نوت بتاعت اغاني بتاعتي. فالشنطة بتبقى متبطنة بحاجة شبه فار وكده عشان يبقى اه حنين على جسم الجيتار دي شنطة جيتار اه كلاسيك او جيتار اه اكوستيك. هتلاقي فيها فار واحنين على ان طبعا الجيتار الكلاسيك او الجيتار الاكوستيك الخشب بتاعه عليه فينش معين وشكله حلو التجزية الخشب عليه. فطبعا بيحافظوا عليه بانك انت بيعملوا حاجة نعمة انها تبقى ملام سليمة تخدش الملمس بتاع الجيتار ده تلاقي فيه هدوش وتلاقي فيه حاجات. فلو لقيت ده الكلام ده جلد مسلا او لقيته بلاستيك ما هتشتريش الشنطة دي لان ده معناها الجيتار بتاعك هيتخدش او الجيتار بتاعك مش هيبقى سليم المنظر هييفضل على طول يحتك بالجسم بتاع الشنطة نفسها. فبتلاقي الجسم اللي هو الفاروة ديت مسلا واخد شكل الجيتار طبعا عشان يحافظ عليه. وما بياخد شكل الجيتار فتلاقي الرقبة في حتة مسلا ليها مسنة دهنا ولها مسنة دهنا والجسم واخد شكل الجيتار فالجسم من كل ناحية محطوط ما فيش فرصة ان هو يلق يعني او ان هو يتحرك فيتخبط. اه بتلاقي كمان فيه اه بتبقى مسلا علبة كده داخلية طبعا دي فيها المفاتيح دلوقتي الشنطة دي ليها مفاتيح كمان فبتلاقي العلبة الداخلية دي بقى فيها حاجات كتير ممكن تحط بتاعك تحط الحزام بتاع الجيتار بتاعك تحط ساعات كابل صغير ما اعتقدش انها تاخد كابل كبير يعني فالكابل ده لازم تشيله معاك في حقيبة اه على على مسلا على كتفك او على ظهرك فدي ممكن تشيل فيها المسلا التأسيرات الصوتية وممكن تحط معاها الكابل كمان. الهارد كيز دي اعتقد بتبقى مناسبة جدا للحفاظ على الجيتار خاصة ان كنت اه ما حدش يعني بيبقى عنده يعني الجيتارات مرطراتة اوي الجيتار ده انت بتشتري واحد لما بتبقى يعني واد فتك اوي بتجيب لك اتنين تلاتة اربعة خمسة في عمرك كله يعني وتحافظ عليهم طبعا. فمن من الاولى انك انت هتحافظ على الجيتار بانك انت تصرف شوية صغير اوي بس تجيب حاجة محترم اتحافظ على جيتارك. الهارد كيز دي كمان اه من مميزاتها انها بتحمي الجيتار من العوامل الخارجية الجوية. يعني ساعتك قاعد في التكييف دلوقتي خدت الجيتار بتاعك دخلت التكييف وبعدين خرجت من التكييف رحت مش عارف حفلة على البسين مش عارف فين. انت واخد الجيتار بتاعت مزبوط في درجة حرارة معينة. اه غالبا بيفضل درجة الحرارة ديت معزولة عن الداخل بتاع الجيتار فما بتوصل بتفتح بتلاقي مزبوط برضو. طبعا انت في اي حفلة بتخش في اي درجة حرارة لازم تزبط الجيتار بتاعك من اوله جديد وتعرف الزبطة بتاعتك على الجو ده ايه عشان تبقى مناسبة ولا لا? اه ولكن في 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 الظروف اللي انت ما بتعذبش فيها احط الجيتار في الشنطة بتاعته وقفله هيفضل محافز ان شاء الله على الضبط بتاعه باقتلاف درجات الحرارة صيف شتا للنهار اه خاصة لو انت هتسيب الجيتار وترجع له بعد فترة زمنية ساعات يعني مش مش هتبقى ايه على طول. طبعا اه في ناس بتقول ان الخشب بتاع الجيتار كل ما يتعرض للهوى بيفقد رتوبة وبيبقى صوته احلى مع الوقت ومع الزمن ده كلام صحيح مع الجيتارات اللي خشبها محترم جدا وغالي والجيتارات اه كل ما بتقدم زي اي آلة وترية لها خشب زي الكمانجات مسلا الكمانجات بتاعت القرن التسعتاشر مسلا تمانا غالي جدا وبيعزفوها عازفين في العالم قليلين لهم الصالوا واست يعني وبتلاقي كمان التمنها يوصل الافات الدولارات عشرين الف وتلاتين الف وخمسين ومية الف دولار لكمانجة من القرن التسعتاشر لان الخشب بتاعها طبعا تطبع على النوة اللي بتطلع الموسيقية بتاعت الكمانجة نفسها وبقى صوتها متميز الجيتارات برضو كآلة وترية فيها الكلام ده بس بالنسبة مش كبيرة قوي زي الكمانجات مسلا ولكن طبعا كل ما كان خشب الجيتار ناشف وعطري شوية كده يعني بيعمل رانين كويس مع الاوتار كل ما كان تمنه اغلى وانواع الخشب اللي تبقى اغلى اللي بتتعتق اكتر كل ما تبقى تمنها اغلى اه شركة ياماها اكتشفت طريقة جديدة لمعالجة الخشب بيدخلوه في افران ومعادلات كيميائية وحاجات كده بيعملوها فبيقول لك الخشب ده بيعمل اقصرانين له دلوقتي اما بتشتريه خالص من المحل مش هيتغير مع الزمن مش هيبقى احسن بس مش هيبقى اوحش برضو فانت بتشتري الجيتار بتسمعه لو عجب اكسورته خلاص هو دوت الجيتار هيبقى كده اه دي الموديلات بتاعت ياماها اللي طلع جديد كلها مش الموديلات القديمة العلم بيتطور ومعالجة الخشب بتتطور وفي بعض الاخشاب دلوقتي بقيت مهددة بالانقراض زي خشب الورد مثلا فاعتقد انها هتطلع اختراعات في المستقبل لمواد جديدة اه ممكن تستبدل الخشب وتطلع صوت حلو اه يعني وبرضه هتفضل الجيتارات اللي تمنها اللي تمنها غالي اوية تبقى الخشب بقى يعني الجيتارات اللي معمولة زماني يعني فما حدش عارف اللي هيحصلها ليه في المستقبل فاتمنى ان انا اكون شرحت الفايدة بتاعت الهارد كيس والسوفت كيس بتاعت الجيتار عشان اه الحفاظ عليه واشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة